نظم مركز العلوم والتكنولوجيا بجامعة عدن في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الخاصة لمناقشة مسودة التغرير حول حالة المدن اليمنية عدن تعز المكلة زنجبار الحوطة برعاية رئيس جامعة عدن دكتور الخضر ناصر لسور وتمويل الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وفي افتتاح الورشة أكدت دكتور لسور رئيس جامعة عدن على أهمية الورشة كونها تضم شخصيات علمية أكاديمية تقلدت العديد من المناصب المهمة معربا عن أسفه لرحيل كوكبة من الكوادر العلمية من جامعة عدن جرى انتشار العديد من الأوبئة ومن ضمنها فيروس كورونا معكدا أن الجامعة لن تغف في محطة اليأس كونها تمتلك العديد من الكوادر العلمية التي تفتخر بها الجامعة من جانبها أوضحت الدكتورة رخصانة محمد إسماعيل مدير عام مركز العلوم والتكنولوجيا بجامعة عدن أن الهدف من هذه الورشة هو وضع استراتيجية لوضع المدن المستهدفة على المدى القصير والمتوسط والطويل ومناقشة مسودة التقرير الخاص بحالة المدن عدن تعز المكلز جبار الحوطة الذي سيقدم لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يعنى بتوفير احتياجات المدن اليمنية التي أنيطت بفريق جامعة عدن عبر مركز العلوم والتكنولوجيا وقدمت خلال الورشة خمسة محاور علمية بحثية أبرزها للدكتور حسن محمود الحديثي بعنوان السكان والاقتصاد الحضري للمدن ومحور آخر للدكتور جمال بوزير بعنوان التغيير المناخي والبيئي وأخرى للدكتور صالح مبارك بعنوان الإسكان الحضري للمدن